تاني حاجة عايزة اطمن كل جمهور النادي الاهلي على مستقبل النادي الاهلي كان فيه مباراة منتخب الولمبي امام المنتخب الامريكي اللي فاز فيها المنتخب الولمبي المصري بنتيجة اتنين صفر لاحرز الاهداف فيها احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي والمعاري لجونة حاليا وكمان محمد صادق لاعب الاسماعيلي الحلو الجايج جدا في هذه المباراة ان احنا نشوف في التشكيلة الرئاسية لهذه المباراة تمن لاعبين اساسيين من عناصر النادي الاهلي او من لاعبي النادي الاهلي لو شفنا او كلمنا عن العناصر كانت موجودة هنلاقي في حراس المرمى عمر ردوان ابن النادي الاهلي والمعار للجونة محمود الجزار ايضا لاعب النادي الاهلي اكرم توفيق وكريم ندفد ناصر ماهر ورمضان صبحي واحمد حمدي واحمد ياسر ريان لما تلاقي تمن لاعبين في التشكيلة الاساسية المنتخب مصر الولمبي اكيد لازم نتطمن على مستقبل النادي الاهلي وكمان الشيء اللي جيد عمار حمدي اللي انتقل من نادي الناصر الى النادي الاهلي ولعب السنادي في صفوف الناشئين بالنادي الاهلي ما شاء الله متقلق مع نادي الاتحاد السكندري وكمان انضم لمنتخب مصر الاول في مباراة النيجر ومشاء الله قبل بلاء حسنا عمار حمدي اللي نتمنى له ان شاء الله يكون موجود تاني في النادي الاهلي الموسم القادم شكرا